السلام عليكم معكم دكتور سيدليا محمود إريطم مشكلة الدمامل والخاريج مشكلة كبيرة بيعاني منها ناس كتير ناس كتير بيستعملوا مراهم مضاد ضحايا وناس بيستعملوا المرهم الأصمر وخاصة الناس ساعات يستعملوا مرهم الأصمر عشان يجمعوا الصديد لو فيه خراج أو ديمل يجمعوا الصديد برا تمام? وكده الخراج بينتهي مفيش مشاكل خالص وفيش أي مشاكل منه طيب ساعات ممكن مراهم أصمر بيجيبش نتيجة عشان كده احنا النهاردة جبنا لكم منتج من الطبيعة منتج مكوناته طبيعية جدا بيستخدم لسحب الدائب لسحب الصديد من الدمامل والخاريج معانا النهاردة لبخة كولين زي محاكوا شايفين ايه بقى قصة اللبخة الكولين دي لبخة الكولينة عبارة عن مكونات طبيعية تماما ماشي؟ طيب فكرتها ايه؟ او لو انا عندي دمل او خراج استعملها ازاي يا دكتور؟ بص يا سيدي هقول لك اول حاجة انجيب زي نظام كده حمام مياه سخن يعني ايه حمام مياه سخن؟ يعني اجيب كده كروانة او حلة ونصها كده مياه سخن تمام؟ وحط فيها من 10 دقايق لربع ساعة احط العلبة كده افتحها اهو تمام؟ وافتح السليفان الازاي دي موجودة من فوق كده تمام؟ وحطها في حمام المياه الايه؟ حطها في حمام المياه السخن 10 دقايق ربع ساعة تمام؟ وبعد كده عاخد كده كمية مناسبة من اللبخة من اللبخة دي كمية مناسبة من النهام وحطها على حتة قماشة حطها على ايه؟ على حتة قماشة وحطها على الدم او الخراج بس اخد بالك لازم مكان الجلد يبقى ناشف او جاف لان الطريقة بتعتمل على الطريقة الاسموزية برضو انه بيساعد ان الصديد يخرج برا من الدم او الخراج تمام؟ لان لو واحد حطها وهو مثلا متوضى او هو مبلول ايدو مبلولة لا دعيب اواز للدنيا خالص عشان كده زي ما احنا قلنا نجيب لبخة الكولين ونحطها في حمام مياه سخن كروانة او حلة فيها مياه سخنة ونحطها فيها تمام؟ وبعد كده ناخد كمية مناسبة منها تمام؟ ونحطها على ايه؟ على حتة قماشة ونحطها على مكان الدم او الخراج مرة واحدة في اليوم المكان بيكون ناجف الجلد بيكون ناجف هتلاقي نتيجة سحرية تماماً ونتيجة فعالة تماماً انه بفضل الله خلال من 3 ايام لأسبوع الدم او الخراج عيروح نهاء ان شاء الله لانه كده عايز يسحب الصديد اللي ايه لفيه لبراه تمام؟ طيب مش بس كده بنتيجة المكونات الطبيعية اللي فيها لها استعمال تاني برضو يمكن مش مشهور شوية انها يسكن آلام المفاصل والآلام الروماتوزمية ووجع الدار بنفس الطريقة اللي احنا قلناها انها نجيب اللبخة برضو ونحطها في حمام المية السخن اللي هو الكروانة او الحلة اللي في نص مية سخن تمام واسبها ربع ساعة واخد كمية مناسبة منها وحطها على حتة قماشة او اي فوط او اي حاجة وحطها على مكان الوجع برضو مرة واحدة في اليوم هيجيب معايا نتيجة كويسة جداً هيسكن مكان الالم ووجع الظهر نتيجة كويسة لبخة الكوانين ممكن منتج من زمان يمكن منتج الناس كتير ما يعرفوش لكن الناس الادام عارفينه او السيادلة اللي هم سيادلة عشان خاطر عملهم بمجال التركيبات فعارفين طبعاً لبخة الكوانين اللبخة دي متميزة وفعالة جداً طبعاً مش شرط يكون اللبخة كده موجودة زي ما انا ايه مورها لكم ممكن تبقى من شركات تانية مش شرط باحجام تانية هي سعرها بتروح من سبعة لعشرة جنيه سعرها رخيص جداً وسعرها يعني بسيط وتجيب نتائج متميزة في الدمال والخراريج ووجع الظهر والألام العضلات والمفاصل يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون استفادتم سلام عليكم